بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نقدم لكم اليوم وحدة جديدة ودرسا جديدا فهذه الوحدة الثالثة التي هي بعنوان الانشاء وهي في الحقيقة القسيم الثاني لموضوع الخبر الذي كنا قد تناولناه في الوحدة الثانية وقلنا بأن الأصل في الخبر هو المسند والمسند إليه وهذان الركنان يأتيان لبيان إما الفائدة أو للازم الفائدة أو لأغراض أخرى يخرج إليها الكلام أولا نبدأ بتعريف الإنشاء فالإنشاء هو الكلام الذي ليس له نسبة خارج تطابقه ما أستطيع أن أقول أن هذه العبارة صحيحة أو كاذبة لا أستطيع أن إذا قال لشخص ما اسمك أن أقول له أنت كاذب أو أن يقول لمتى يقع فصل الشتاء لا أستطيع أن أقول له أنت كاذب فهذه الأساليب الإنشائية ليس لها نسبة خارج تطابقها وتقسم إلى أقسام منها ما هو طلبي كما ذكرت وهو ما يستدعي مطلوبا حاصلا وقت الطلب بمعنى إذا قلت أكتب الدرسة معي فأنا أستدعي منك أن تكتب في وقت الطلب أو إذا نهيتك عن أمر لا تغش في الامتحان مثلا فيفترض أن ينفذ هذا الطلب طلب أنهي مباشرة وكذلك التمني إذا قلت يا ليت أني أنجح في الاختبارات كلها بمعدلات عالية فأنا أطلب طلبا عاجلا في وقت التمني وكذلك في حال الاستفهام إذا قلت هل رزقت بمولود هل تعرف الإجابة على كل الأسئلة فإنني أستدعي مطلوبا حاصلا وقت الطلب وكذلك النداء إذن الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء كلها أساليب إنشائية تدخل تحت باب الإنشاء تدخل تحت باب الإنشاء وهو القسم الثاني من أقسام علم المعاني القسم الأول هو الخبر هو الخبر القسم الثاني هو الإنشاء الخبر له أغراض وتخرج عن الغرض الأساسي الذي جاء من أجله أغراض أخرى مختلفة التي رأيناها لخال الذهن أو للازم الفائدة أو للمدحي أو للترجي أو للزمن القسم الثاني من أقسام الاستفهام قلنا القسم الأول هو الطلبي القسم الثاني إنشاء القسم الأول من أقسام الإنشاء أن يكون طلبيا والطلبي إما أمر أو نهي أو تمني أو استفهام أو نداء وغير الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب مثل ماذا الذي يستدعي مطلوب مثل أسلوب المدح والذنب نعم الرجل أنت نعم الشاب أنت نعم المصلي محمد فحينما أثني عليك بمدح أو الذنب بئس طالبا الذي يحضر متأخرا في الامتحانات فهنا هذا إنشاء ولكنه لا يستدعي ولكنه يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وكذلك في موضوع العقود إذا قلت بعت واشتريت أو في القسم والله إنك لصادق أو في التعجب ما أجمل السماء أو ما أحسن إجابة فلان أو في موضوع رب وكم الخبرية كم من أب ضيع أبناءه أو كم من ابن عق أباه فهذه الأساليب هي أساليب إنشائية ولكنها تستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب بخلاف الإنشاء الطلبي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء التي تستدعي مطلوبا حاصلا وقت الطلب وفيما يلي نبدأ يعني بواحد من هذه الأساليب وهو التمني فإذا قلت في قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون هذا أسلوب إنشاء من أنماط الأساليب الإنشائية وهو التمني هنا أسلوب تمني لكن كيف عرفت أنه تمني أولا عبارة يا ليت وثانيا المقام الذي تقع فيه هذه العبارة فإنها تفيد معنى التمني أو في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا مع أنه لا توجد عبارة يا ليت أو عبارة تدل على التمني إلا أن المقام يؤكد بأن هذه العبارة جاءت في باب التمني وكذلك بعض العبارات التي تبدأ بعبارات خاصة كعسى عبارة عسى عسى الله أن يجري المودة بيننا عسى الله أن يجري المودة بيننا ويصل حبلا منكم بحبالية فعبارة عسى هي مثل عبارة يا ليت تتصدر الجمل التي تفيد أو تذل على التمني إذن باختصار في نهاية هذا الدرس إن الإنشاء يقسم إلى موضوعين كبيرين إنشاء طلبي إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي من أنماط الإنشاء الطلبي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء ومن أنماط الاستفهام غير الطلبي المدح والذم والقسم والتعجب ورب وكم الخبرية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته